اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج شهادة نجاح ورجعنا لكم بعد العيد وكل سنة وانتم طيبين ويا رب ايامكم كلها تكون فرح وهنا واعياد في ظل الاحداث اللي حصلت في انفجارات بيروت بن عيد لبالغ الحزن والاسى الشهداء وبدع ربنا يا رب ان شاء الله المصابين يقوموا يكونوا بألف سلامة وترجع بيروت زي ما كانت بل افضل ودائما عن النجاح نتحدث سألوا امرأة ما هو سبب سر نجاحك فابتسمت وقالت لقد طرقت المعارك الصغيرة لاصحاب العقول الصغيرة فلقد توقفت عن الحرب او عن المعارك او عن اني اخوض المعارك من اجل جلب الاهتمام وحب الاخرين ولقد توقفت عن الحرب من اجل ان اأخذ حقي من الناس الحمقى او من اجل ان اثبت انهم كانوا على خطأ ولقد توقفت عن المعارك من اجل ان اثبت للاخرين انني على صواب ولقد توقفت عن المعارك من اجل ارضاء الاخرين فلقد ترك في كل هذه المعارك لأولئك الذين ليس لديهم شيء سوى هذه الصراعات وبدأت في الكفاح من اجل قناعاتي وافقاري ونجاحي وتحقيق اهدافي فعندما بدأت في هذه البداية من ترك المعارك التي لا طائلة منها كانت بداية السعادة وبداية النجاح بالنسبة لي فهذه المعارك تركتها لأولئك الذين اصحاب العقول الضئيلة التي ليس لديهم سوى الوقت الفارغ الفاضي الذين يضيعونه في ايه؟ في اشياء ليس لديهم هدف في الحياة فوقت السمين لا اضيعه في مثل هذه المهاطرات اختر ما تحارب من اجله في الحياة بحكمة وبدقة ولا تسمح لأحد ان يشتتك او ان يضيع افقارك او ان يضيع اهدافك او ان يسيطر على احلامك كن قوي واصمد حتى النهاية كن قوي واصمد حتى النهاية واياك ثم اياك ثم اياك ان تفقد شغفك اتجاه ما تستطيع تحقيقه جميعا نمر بظروف نفقد فيها الامل ونفقد فيها الحماس ونفقد فيها الشغف تجاه الاهداف اللي حابين ان احنا نحققها وبنمر بسرعات وبنمر بتقاط سلبية تأثر علينا وبنكون في احتياج شديد جدا لاننا نسمع كلمة تحفزنا تدينا معنويات وطاقة اياك تستنى الكلمة دي من حد هتضيع وقتك بدون جدوة حفز نفسك بنفسك انت الجدير بان تحفز نفسك اسمع عن الناجحين واقرأ عنهم بل ورافقهم ارافقهم فالنجاح مغري او بمعنى اصح لما بتمشي مع الناجحين او بتقعد مع الناجحين بتغير منهم ودغيرة شرعية النهاردة معانا نمازج من نمازج النجاح معانا النهاردة التوبليدرز وفيا كومباني طبعا تحت قيادة مستر حسام عبدو ومستر محمد عبدو ودكتور محمد فضل طبعا النمازج من النجاح هنشوفه في النهاردة التحفيز والإيجابية وازاي قدروا يوصلون هم يحققوا أهدفهم وأكيد قبلتهم صناعات زي أي حد في الحياة مش من أول ما طلعوا اشتغلوا وصلوا لا كلنا بنتعب كنانا بنكتحد عشان نحقق أحلامنا وهدفنا أتعرف عليهم ونشوف الحلقة النهاردة وكلها مليانة طاقة إيجابية وتحفيز وفعلا شهادة نجاح معينا النهاردة الكريستر دايولوكتور حسن العيوتي من الشرقية بحرحب بك الأول أنا سالم بك إزايك يا مستر حسن عامي الحمد لله نورنا طبعا تلعين من العيد الكبير بقى واللحنة واللحنة داينا وماشاء الله الدنيا تمام تمام جدا بصفة حضرتك كريستر دايولوكتور في شركة دفايا أحب أسألك سؤال للمشاهدين يعرفوا الأول إيه يا شركة دفايا تمام جدا أعيزة بس أرحب ديكو الأول وأرحب برنامج شهادة نجاح للبرنامج النجاح جدا واللي بيقدم دايما نمازج نجحة جدا وأحب أتكلم عن طبعا شركتي واللي بدايما اللي أنا بأتخر اللي أنا بأضم للشركة دي لأن الشركة دي هي شركة رائدة أصلا في مجال البيع المباشر الشركة دي النهاردة بس قبل ما أقولك إيه الشركة عايزة نوهلك إيه هو البيع المباشر البيع المباشر دا النهاردة يعتبر أصلا تاني أكبر دخل للفرض العالمية بعد اتصالات مباشرة البيع المباشر دا بيعتمد على حاجة مهمة جدا 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 ألا وهي الدعاية شفهية أو الورد أوف ماوس إيه الكلام دا الحاجة دي إحنا كل يوم بنستخدمها أو بنعملها بس إحنا ببناخدش عليها مقابل يعني إيه يعني أنت النهاردة لو استخدمت منتج كويس وطلع معاك كويس أكيد بتطلع يتكلم عنها وستهند ولما تتكلم عنه في ناس بتحب تجرب زيك وناس ثانية بتحب تجرب زيك وناس ثالثة بتحب تجرب زيك فبيحصل مباعات كتير جدا بسبب أن أنت اتكلمت بس عن المنتج بس أنت في الآخر ماستفدتش حاجة فكرة البيع المباشر بيقولك أنت هذه السفادة بالحاجة دي بمعنى أنها بتحولك من شخص مستهلك عادي إلى شخص إيه شخص مصوق هنا أو شخص هنا بتبع الشركة اللي انت بتبدأي معها إلى شخص وكيل بتقدر يتأخذ أرباح من خلال الحاجة دي وفي ظل الظروف الراهنة للفترة الأخيرة اللي هي كوفيد 19 اللي هي كورونا كورونا يمكن مجالات كتيرة جدا اتأثرت ومجالات كتيرة جدا قفلت وشركات كبيرة جدا قفلت والناس كتير جدا الداخلها تأثر بالموضوع وكان فيه كوارث كبيرة جدا هنا كان البيع المباشرة هو الحل اللي معظم الناس ويمكن تزايد بشكل كبير جدا وتضخم بشكل كبير جدا وحصل التعداد كبير جدا من الناس بتزايدوا عليه ليه لأنه فعلا ما تأثرش بالحاجة دي لأن من ضمن مؤيزاته أن الناس تقدر تشتغل وهي قاعدة من بيوتها الناس تقدر تعمل أرباح كبيرة جدا أن هي قاعدة من بيوتها أن بيشتغل أولاين عن طريق البيت الفكرة كلها بكل بساطة من اللي بدأ يطبق الكلام هنا ده في مصر وشكل كنوزم في مصر هي شركتنا شركة فيا شركة فيا بحب يعرفك عن شركة فيا شركة لها سجل تجاري لها طاق ضربية شركة مسجلة في الغرفة التجارية شركة بيسرف عليها وزارة الإستثمار المصرية شركة مساهمة مصرية بنسبة 100% مؤسسينها مصريين الفكرة بتاعة شركة فيا كان هدفها أنها تكون شركة متخصصة في حاجة تتميز فيها وتتطور فيها بشكل مستمر عشان تقدر تفيد الناس اللي تشتغل فيها والناس اللي تشتغل فيها تدخل أرباح بشكل حلو جدا فعشان كده شركتنا كان هدفها أنها تتخصص في مجال الكوزماتيك اللي هي مستحضرات تجميل العلاجية فعشان كده اتعاقدنا مع شركة أو مؤسسة اسمها درما التكنولوجي شغال في مجال مستحضرات تجميل من 2006 شركة تمتلك 35 منتج وكان هدف الشركة أنها يكون عندها منتجات خاصة بيها مش موجودة في أي حتة في العالم إلا من خلال شركة دفايا يعني أنت هنا بيكون عندك تخصص المنتج ده مش موجود في أي حتة في العالم إلا من خلال شركتنا الفجرة كلها احنا اتعاقدنا مع الشركة دي وأصبح عندنا 35 منتج وانزلنا بخطوط منتج كبيرة جدا ومنتجات عاملة فعالية وعملة كم هائل من المبعات ويمكن في آخر فترة الشركة عاملة يمكن أرباح عالية جدا ويمكن كان يمكن سبقت شركات النهاردة يمكن بقالها خمس سنين في المجال وهي بس لسه بدأ في أواخر 2018 عايز أقولك إنه النهاردة شركة دفايا بتساعد ناس كتير جدا أنها تغير حياتها وبساعد ناس كتير جدا أنها تنجح يعني ما شاء الله بدأ في أواخر 2018 وإحنا دلوقتي 2020 يعني أقل من سنتين وفي قصص نجاح كتير جدا بنتها الشركة يعني شايفة الأستاذة كلها من أداس نجحة جدا من خلال شركة دفايا عايز أقولك إن الشركة بنت وعملت وهنا من الأهم المميز الشركة إن الشركة هنا بتساعد ناس يعني فيه فريق عمل زي السؤولة نسر حسام عبدو محمد عبدو الدكتور محمد فض دول الناس أصلا قائمين إنهم يساعدوا أكبر عدد من الشباب إنهم ينجحوا أكبر ناس من الشباب وإنهم ينجحوا بس هنا النقطة مش الشباب بس أي حد ممكن يدخل شركة دفايا وأي حد ممكن ينجح ما تفعل شركة دفايا لإن هنا بيمزيز حاجات كتير جدا وإن أهم مميزاتها المنتجات بتاعتها سعيد جدا أنا كنت معا معنا الكريستار دي ركتور عولة إبراهيم من اسكندرية بزافة نورتي الصحة والجميل وشهادي بنجاح طيب بصفتك شغالة في شركة فايا إيه المنتجات اللي الأستاذ أو مستر حسن اتكلم دلوقتي عن شركة فايا إنها شركة مبيعاتها بتتبع الكوزماتيكس والحاجات دي طيب إيه هي المنتجات بتاعت الشركة ومدى فعاليتها وخطوط إنتاج الشركة دي طبعا منتجات الشركة هي من أهم من القاتل كوة اللي بتميز الشركة أصلا لأن الشركة بتمتلك 35 برودكت هم اكسيكولوجة في شركة فايا فدي حاجة مميزة جدا إحنا مميزين بها لأنها نادرة ما بتحصل في السوق أصلا إن انت تكون بتمتلك براءة اختراع برودكت هو يكون عندك أصلا الشركة فايا بتمتلك 35 برودكت الخمسة وثلاثين برودكت دول إحنا حاليا نزلين بهم في السوق بحوالي 3 خطوط إنتاج 3 خطوط إنتاج دول هكلمك عنهم بالتفصيل بس في البداية هم كلهم أصلا منتجات طبعية منتجات كلها تقدر إن أنت تعالجي بيها وتجملي مش مجرد يعني مش مجرد منتجات تجميل لا هي منتجات علاجية وتجميلية ودي يعني منتجات الشركة هي ضمن الحاجات اللي شجعتني إن أنا أبدأ في الشركة لأن أنا كحد من المستهلكين الكوزماتيكس أنا كده كده بضطر إن أنا أستخدم كوزماتيكس كتير وكل حاجة بكلها استخدام فما قابلتش منتج بيجمع ما بين العلاج والتجميل غير في منتجات الشركة بالضبط فالمنتجات دي من الآخر هي بتبتدي إنها تعالجي لك كل حاجة ممكن تكون ما تقدريش إنك تعالجيها بطرق معينة اللي هي بتكون خلاص الحالات المزمنة اللي هي ممكن تكون ما بتروحش الشركة حالياً بتمتلك أول خط إنتاج اللي هو الهير كير ده خط تعناب الشعر عبارة عن ثلاث منتجات سبري وسيروم وزيت الثلاث منتجات دول بيبتدوا إنهم يعالجوا كل مشكلة ممكن تتخالية أو بالضبط إنه ده نقول 95% من كل المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في الشعر زي مثلاً تساقط و تساقط و إشرا وإشرا ممكن تكون شعر مجاعد المنتشر لذلك المسكتات والبنات والمهمة مهمة جداً لأنها ممكن تكون بتحل مشاكل أنت ممكن تكون بتيقاسي منها زي مشكلة الفرغات أنت أحيانا خلاص بتيقاسي إن هي ملهاش حل لأن أنت لما بتضطر تأخذي كيمويات أو أي منتجات تانية بتبتدي ما تطلع عليها وبنخاف من استخدامها كمان أعراض جانبية بالضبط وبتضطر يعني مش كل الفئات ينفع تستخدمها في كيمويات معينة مش ينفع كل الناس تستخدمها في حالات معينة لو أنت عندك حسسية من مرض معين أو أنت قريد ينفع لكل الفئات شباب ستات أطفال من سن سنتين ينفع لكل الفئات لأنهم ملوش أي أعراض جانبية هو منتجات بتعالج وبتجمل في نفس الوقت تاني خط انتاج بعض خط انتاج العناية بالشعر اللي ممكن يكون موجود هو خط العناية بالبشرة اللي هو السكين كير ضع برعا غسول وكريم أنا نفسي من معجبين للمنتجين دول لأن هما ممكن يكونوا بيحلوا مشاكل أنت ما بتعرفيش تحليها غير بالجراحة أو بالليزر يعني مشاكل أنت كمستهلك عندك مشكلة معينة أنت مش هينفع تحليها تماما غير أن أنت تتجه للجراحة أو الليزر فده منتج آمن جدا تقدري أنك تستخدميه من غير ما تكون يتتجه لكل الحاجات يعني المنتج ده بيغني عن أن الواحد يروح يعمل جراحة بالزبط أنت عندك مثلا مشكلة زي مشكلة أثار الحبوب دي مش هينفع تروح بالليزر وبيكون لمدة عدد شهور معينة وفي الأخير بترجع تكرريها تاني لأنها بترجع لا هو خط الخط العناية بالبشرة اللي هو الغسول والكريم بيبتدي أنه يحل المشكلة دي وأي مشكلة تانية في مشكلة زي مشكلة مثلا دهون تحت الجلد دي ما بتطلعش تماما فبتدي برضو الغسول والكريم أو خط الخط العناية بالبشرة طالث خط إنتاج وده ممكن كل السنازل جديد معنا اللي هو الهيلسكير ده عبارة عن خط عناية أو نقدر نقول علاجي للجسم أو المنتج منه اللي هو منتج الماستيكيت المنتج ده لي علاقة أنا عن نفس انبهرت به مع أن أنا مش عندي المشكلة بس دايما عندنا حد في البيت كده بيكون عنده مشكلة خشنا في الربة العمود الفقري العظام المشكلة دي كله مش بيلاقلها أي حل تماما لأ هو الماستيكيت هو عبارة عن كريم موضي بيبتدي أنه يحل المشكلة دي ومن هنا ضايا نقدر نقول إن هي حققت المعادلة الصعبة ومن ضمن الحاجات المميزة جدا في المنتجات فكرة التخصص إن أنا كرست فكرة إن كل الدعم أو فكرة كل حاجة أنا عايز أعملها كرستها في فكرة المنتجات دي فالموضوع ابتدى بالنسبة لي لأ أنا عندي تخصص إن أنا بعرف أبدع وأبتكر في المنتجات معينة ومن هنا الشركة فعليا هو دكت نقطة قوتها اكتسحت جدا بالمنتجات دي بسبب بس فكرة التخصص وإن أنا عارف أنا بعمل إيه بالضبط في المنتجات شكرا على التوضيح يا أستاذة علا وكلام جميع طبعا ومشجع المشاهدين يا رب يجربوا المنتجات دي إن شاء الله وإذن الرحمن طيب معينا بقى النهاردة كمان الأمر كريستر دايلكتور داليا نور من المنصورة أهلا بيك يا حبابتي دلوقتي طبعا بصفتك برضو إن كانت كريستر دايلكتور في شركة فايا نحب نعرف من حضرتك إيه فكرة التسويق أونلاين تمام جدا تمام في ظل كمان استورة المعلوماتية دلوقتي وإيه السبب اللي خليك تنضمي بقى للإستماع الشكلين ديس حضرتك فإحنا أول حاجة إحنا نتكلم خلينا متفقين إن إحنا عندنا صورة في عندنا قبل كده على الصورة الزراعية وعندنا على الصورة الصناعية دلوقتي من الفعل إحنا موجودين في حاجة سماية الصورة المعلوماتية أو الإستماعية أو كلام من ده كل إحنا نتكلم من شكل عام إن إحنا دلوقتي فكرة إن أنت عايزة مشروع من خلال أو كلام ده كله ففي ناس تهير حيث من الموضوع ده بس خلينا متفقين مثلا في ظل حاجة مستقيم جدا زي الفترة اللي فاتت لا ده دلوقتي بقى منتشر جدا الشغل كله بقى أونلاين أحنا أسان بقى أنا بنكسل نروح نجيب الحاجة رازم عايزين أن تجيب حد عندنا إحنا دلوقتي بفكرة إن مثلا خليها نشوف الست شهور اللي فاتوا فكرة أي حد كان عامل مشروع أو زي ما كان نصر حسن بيتكلم كل ده خسر جدا وخسره رقوس أموال كبيرة شكل جد جدا طيب لما الناس تتوجهت لفكرة الأونلاين أو فكرة التجارة الإلكترونية طيب نعلي الشي هنرجع نكمل بعد الفاصل نشير أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع تاني أعود غير المحطة لسه في كلام كتير هنتكلم فيه فاصل نرجع لك تاني ورجعنا لك تاني ورجعنا لك تاني يا عزائي المشاهدين بعد الفاصل ونكمل مع أستاذة داليا نور باش مهندسة داليا نور المين برضو لها نتفع خلص كتير فضل يكمل طيب إحنا كنا نتكلم بفكرة إن إحنا حاليا دلوقتي في القرن الواحد وعشرين طبعا كل الناس بتتجه لفكرة إزاي تستثمر أو إزاي تعمل مشاريع من خلال الإنترنت وبالفعل دلوقتي العالم كله تحول اقتصاديا بأنه يحول الشغل المشاريع كلها من الشغل التقليدي لغير تقليدي من خلال الإنترنت زي ما احنا نتكلم فكرة الكورونا أو الست شهور اللي فاتوا دول ناس كتير جدا جدا خسرت مشاريعها والكافيهات ومشاريع كتير حتى لو مشروع بسيط طيب ليه لأن ده مشروع تقليدي حتى لو كانت شركة أو 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 طيب دلوقتي الناس الوحيدين أو المشاريع الغير تقليدية الوحيدة اللي ما خسرتش بل بالعكس كسبت كويس جدا وربحها زاد هي المشاريع اللي كانت قيمة على مبدأ التجارة الإلكترونية أو الإنترنت أو الكلام من ده كله أو الانلاين الانلاين طيب طيب يعني وظيفة أو شغلة هتتلغي وهيحل مكانها الإنترنت طيب ففكرة دلوقتي برضو حاجة تانية خليتني أنا كداليا أنضم للصناعة أو أنضم اللي فايا أن أنا مثلا بدأت المجالة أنا عندي 19 سنة دلوقتي عندي 22 سنة لما بيحصل موقف بيني وبين إصحابي أو الناس اللي في نفس السنة أو الكلام من ده كله ممكن يكونوا شايفين الموضوع بشكل كبير قوي أو أن هي أزمة أو أن هي مش عارفة إيه أحيانا كده ببص لا حاجة بسيطة جدا وحاجة سهلة جدا حصل عندي فكرة نضج الفكري بالزبط وفكرة الاحتكاك والخبرة والاكتساب الخبرة أنا مكنش أكتسب كل الخبرة دي في هندسة بل بالعكس الواحد وقتها بيعرف أهمية ومدى اللي استفاده ومدى الخبرة كبيرة جدا اللي استفادة من البزنس ده والمجال ده إنه بقى في ناس بالنسبة له لحاجة كبيرة قوي لا بسيطة وتعدي وفكرة النضج الفكري أو المتريشن خلى الشخص يقدر يقود حياته بشكل كويس وفكرة إنه قدر يعمل حاجات بتبصي على نفس الشخص اللي في نفس السن لا ده قدام كتير قوي على ما هو يعرف يعمل لا إحنا عشان في الصناعة يمكنكي خبرة للتعامل بعد كدة خبرة كبيرة جدا طبعا طبعا اللي هو خبرة أصلا إحنا منقدرش نكسبها بفلوس طيب دلوقتي معانا الكريستر ديركتور أمير حشيش من المحلة أهلا نسلام معرف المحلة بقى والحاجات بتاعت المحلة المسمع عنها دي أهلا نسلام معرف إيه مادة التطور اللي حصل ولمسته في شخصيتك لما بدأت في البزنس في شركة فيا لما بدأت في شركتي شركة فيا كان الموضوع مختلف شوية أنا جاي بس أكتكلم مع حضورك في حاجة كده كده حاجة تخصين لما كنت مثلا بدرس لما كنت بادرس أنا كنت زي أي طالب عادي كان بيفكر بطريق التفكير التقليدية جدا 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 كان مثلا بقولك بنسبة 90% كل أصلا الطلاب بيفكر بطرق دي إننا مثلا هكتهد وزاكر كويس والدنيا هكون معيها كويسة واجب نتاك أصلا بقى وظف على طول أشتغل أهو أصلا أصلا تفكير الجميل اللي دينا كان زي الفل اللي عندها دي فلما الحمد لله يعني جات بفكر مثلا كده أو ببحث نعمل بسرش مثلا كلية تجارة فعايزة أعرف مثلا هقبط كام والدنيا يكون ماشي بعض زي بسم القبط طبعا بيبني عليه حيات كتيرة حضرتك فلما جيت ببحث لقيت مثلا 3000 جنيه ف3000 جنيه عمله إيه يعني معلش لو بفرط 1000 جنيه كل شهر يعني 20-15000 جنيه في السنة ما عملش أي حاجة فلقيت الدنيا عندي بدأت لي أتعجز في الحتة دي أو من الآخر عايزة أشوف طريقة تانية أنا لما أتخرج من كلية ما قداميش على ثلاث طرق أول طريقة أن أسافر برة ثاني طريقة أن أتوظف ثالث طريقة أن أفتح مشروع خاص بي طب هلأ معي فلوس عشان أقدر أسافر برة برقم واحد طيب الطريقة التانية أو الحتة أو البلان للرقم اتنين إنه مثلا ألاقي وظيفة طب هلأي الوظيفة دي هتقدر مثلا تكافيني تكافي احتياجات وتحتياجات بيتي أو مثلا داخل على جواز أو مثلا عندي أحلام أو طموحات معينة هل هتقدر تعمل للك كلام ده كله معرفش طيب حاجة بعد كده اللي هي رقم ثلاثة اللي هو مثلا المشروع الخاص بي دايما المشروع الخاص بأي حد عايزة مثلا راس مال كبير طب أنا مثلا لسا متخرج هلأ معي الراس مال ده ولا لا فبالتالي لقيت من الآخر إنه أنا محصور بين ثلاث حاجات أنا مش عارف الدنيا هتكون ماشا معايا إزاي طيب لما جيت مثلا خلاص هفكر في إيه فبالتالي ما قدمش مثلا ألا الوظيفة لأنه معيش فلوس عشان نسافر ده رقم واحد وطبعا في كفيل وفي حاجات كده كتير تاني حاجة اللي هو المشروع طبعا برضو معيش فلوس عشان نبدأ للسبدأ الدنيا بتاعت وللسبدأ حياتي فقلت مثلا خلاص الوظيفة والوظيفة هتجه بقى نحية تانية خالص اللي هو الروتين والروتين بيكون قاتل بطريقة كبيرة جدا 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 أنت فعلي بقول لك البداية من إيه عما تجب تنفسك في الشيء وفو العرض وعليك 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 ودير ولله كبيرة كده فبالتالي لأ أنا كده لقيت نفسي إيه أخش كده في حضة سد ومش بس كده لأ طبعا يعني مش هقدر أوفر منها أي حاجة فبالتالي أنا حاولت مثلا أدخل شركة فيا دي بقت عبارة عن شركتي إن أنا أقدر مسلا أتكسب منها والدنيا بتاعة تكون كويسة بالفعل الحمد لله فالنظر بنا طبعا المكسب فيها كويسة مستر أمير يعني الحمد لله سؤال مهم جدا الحمد لله طبعا يعني أنا أحبش أتكلم عن المكسب قوي بس أتكلم على مثلا تطور الزاتي اللي أنا أخدته أو اللي أنا أستفدته بشكل كبير جدا أنا ما كنتش بقدر أتكلم أصلا أنا ما كلمنش عنده جور أصلا رقم واحد رقم اتنين أنا لما مثلا عملنا تعمل مثلا إيفنت كان في جريت الأهرام المصرية أنا ما كنتش عنده جور أن نطلع أكتر من 1500 واحد إن أنا أقدر أتكلم كل الكلام ده كله استفدته أو أخدته من عند شركة شركة فيا مش بس كده عندنا قادة دايما لما بيقول لك إيه في حاجة بيقول لك الاحتكاك بيولد يعني ما هو مش بس مجرد شغل ده كمان في مساعدين لك بيحاول يحفزوك بيقفوا جنبك وصابورت سريك والكلام ده كله على فكرة ده مهم على فكرة جدا الحاجة دي أصلا أنا عمري ما لقيتها بره يعني مثلا لو حارك مثلا فتحت مشروع من الله يحفزك من الله يساعدك أنت اللي يتشل نفسك آه لا أما هنا لا الدنيا تعامل بالضغط الحمد لله ده مكسوء العمل وتعامل بقى عيش بقى فبتقدم ده على خبرتك أنت طيب خبرتك في سؤل العمل هل كويسة ولا لأ أنا مثلا عندنا في الشركة فيا أو شركة الشركة فيا فالدنيا فيها مختلفة كبيرة جدا 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 عندنا فريق عمل ده بيساعدنا ده بيكون صبرت لنا طيب حاجة بقى بعد كده اللي هو انتقلت بقى من فترة أو من مرحلة اللي هو التفكير التقليدي لتفكير تاني خالص ليه ما اشتغلش مثلا أنا في قلب الدراسة ليه الدنيا بقى عاية ما تكونش كويسة فالحمد لله فضلنا عند ربنا طبعا الدنيا لما دخلت شركة الشركة فيا الدنيا زبطت كتير جدا 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 بس حابب أود أوجه مسج صغير بس كده اللي هو إذا كانت المخاطرة خطر فعندك الروتين قاتل حلو كلمة كويسة نختم بيها الفقرة اللي احنا فيها دي وأنا بشكر والله نمزج فعلا مشجعة ومفرحة وكلكم طاقة إيجابية وأمل في الحياة وأمل لأي شاب أنه هو يفكر ألف مرة أي إحباط أو أي كلام سلي أو أي حاجة بتسمحها سر على حلمك سر على نجاحك تو بي ارنو تو بي ما فيش حد بيستنى يدي لحد حاجة ولا حد ولا حد بدي حد كلمة حلوة تقومك على رجليك ولا حد أصلا حيفتكرك بمعنى أصح نورتونا ونورتو شهادة نجاح وأنا سعيدة لكم شخصيا كهند أض طبعا نطلع فوصل عزيزي المشاهدين ونرجع نكمل بقية فقراتنا في شهادة نجاح انتظرونا ورجعنا لكم تاني عزيزي المشاهدين بعد الفاصل ونستقبل الأول ضيوفنا لمنورنا النهاردة بقية التيم تعفاية أهلا وسهلا بيكم وكل سلام أنتم طيبين معنا الكريستر ديركتور أستاذة صحر العجرودي من إسماعيلية أهل إسماعيلية والبحر ربيني عندكم ده دلوقتي إيه السبع والضغط بتاع السيف وكده والسمك طبعا بصفة حضرتك حد مسؤول عن ديت وأسرة إزاي قدرت تتوفقي بين ديتك وحياتك الشخصية وبين شغلك في فيا تمام أولا أنا قدرت توفق بي لإني دي كانت من أجمل وأحسن حاجة في مميزات في شركة فيا أصلا أني خلتنا بنختار يعني هي من مميزاتها أني أنت بتختار الوقت المناسب والمكان المناسب فدي كانت من أكتر مميزات أصلا خلتني ساعدتني أني أنا ممكن أبدأ الشغل وأنجح فيه دي حاجة تاني حاجة دي حاجة فعلا أسايا بتوقف أي حد في مجال العمل أن أنا لو طلعت أشتغل مع إزاي مثلا سيئة أقل حاجة تسع ساعات بالزبت كده ووصلين وساب أولادي وبيتي بالزبت كده فكرة أن أنت تشتغل في الوقت اللي ناس بك وفكرة أن أنت الوقت أصلا كمان من 3 إلى 4 ساعات هتقدر توفقي بين بيتك وبين أولادك وبين زوجي ده من أكبر الأسباب تاني حاجة أن أنت لو عندك هدف أو عندك حاجة واضحة أنت هل أنت شخصا عندك طموح عندك هدف في حياتك واضح فعلا تقدر تشتغل وتقدر تعملي حاجة أي حد عنده هدف عنده طموح هيقدر يوفق بين الحاجتين تمام؟ دي أول حاجة تاني حاجة فكرة أن أنت قدرت بعد ربنا بطفير وبين سبحانه وتعالى أن أنا أكون مسؤولة عن البيت أن أنا وفق بين شغلي أنت أقول لك أنا خايف أبتدي هل أنا أبتديت الفرصة دي هل هو قدر أوفق ولا مثلا هأثر عند بيتي هأثر مع أوليدي هأثر كده لا فكرة أن أنت طالما أنت عايزة تعملي حاجة تقدري تعمليها الشرط الأساسي أنك تقدر تنظمي وقتك أنت عايزة إيه لو أنت هتقدر تنظمي وقتك مثلا من الحاجة دي هتقدر تعملي كل اللي أنت عايزة صح عنيش النظام تمام فكرة أن أنت لما حققتي حاجة ولما نجحت في حاجة عندك حاجة اسمها إيجابية تقدر تطلع الإيجابية دي وتوفريها كمان يكون عندك فريق أعمل كبير جدا وتقدر توصلي له كمان الإيجابية دي أنه يكون فريق نجح جدا جدا بفكرة أن أنت زرعتي فيهم أني إزاي يقدروا يعملوا حاجة إزاي يقدروا يوصلوا الهدف إزاي يقدروا يوصلوا الحلم فكرة المسئولية كمان بتحطك في يعني أنت بتبقى عليك الضغط والسرس جمد جدا إنك تكوني أدى المسئولية بالزبط كده إنك تكوني أدى المسئولية هل أنا هقدر دلوقتي ما ينفعش أنجح في شغلي وما ينجحش في بيتي ما ينفعش مثلا أوفق مثلا ولادي يكونوا مستوى كويس جدا جدا وبيتي يكون ناجح وفي نفس الوقت الشغلي لا وكمان هيأثر على حالتك النفسية برافو عليك صحي كده فإن أنت هتقدر تكوني مسئولة هل أنت هتقدر إنسانا مسئولة توفقي بين هنا وبين هنا هي دي الفكرة فكرة إن الشركة الحمد لله بتوفيره بنا سبحانه وتعالى كمان علمتنا ضربتنا في حاجة أن أنت طالما أنت عندك الإمكانيات أو عندك الحاجة اللي الشركة دعمتك بيها استغليها أنت عندك مثلا أنت تقدر تشتغلي في الوقت اللي ناس بك عندك أنت تقدر تشتغلي في بيتك ناس كتير جدا جدا ممكن تضيع الوقت وما تحسش به وما تعملش حاجة في حياتها بيضيع والله معظم المواطنة قدام النات تمام استخدمه بقى حاجة مخيدة تمام بالضبط كده هل أنت تقدر تستخدمي أنت فعلا تقدر توفقي تقدري كده لو أنت حد مسئولة عندك هدف زي ما أنا قلت في الأول هتقدر توفقي من بيتك وبين مثلا شغلك من حياتك من ولادك هتقدر بقى لأنك حينة وأنك حينة تمام بتنظيم وقتك لو أنت عايزك تمام يعني إذن أي ربت بيت أو أي ست بيت أو أي موظفة أو أي حد عاوز يدخل مجال العمل ده سهل جدا هو يدخل جدا 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 وما يأثرش على بيته ولا على حياته الأسرية ولا على أي حاجة تمام جدا جدا بأن أنت هتختار الوقت اللي ناس بك وتشغل في المكان اللي ناس بك وتشغل وانت في بيتك بتحقيق وتعملي اللي أنت عايز وانت في بيتك وكمان في حد أصلا هيساعدك أنت عندك فريق عمل بدعمك دايما بالإيجابية ويلا نجاحي يلا عميلي يلا وصلي يلا مش عافي ده كله بيساعدك كمان أنت متوفرد كل العوامل الجميلة طبعا معانا كريستر دي ركتور محمد غالب المنصورة المنصورة عامل إيه زي الفول بالله أنت منورنا طيب البزنس ده هل بيفيد المجتمع وإزاي طيب عموما البزنس هو الميزة فيه كلها إنه هو بيعمل تناجم بين فئة المجتمع كله بمعنى النهاردة لو إحنا جئنا نبص مثلا نسي على الطلاب اللي في السنوية عامة في المرحلة بتاعت السنوية عامة بيكون تركيز كل الطلاب إنه هو يجيب مجموعة للأول إن شكلك صغير يا مستر أوه أنا 22 سنة إنت رسك جمعك لسه خارج السنة دي خارج السنة دي أوه فيكون تركيز كل الطلاب في المرحلة بتاعت السنوية إنه هو يجيب مجموعة ليه الكلام ده عشان عنده هدفين رقم واحد يكون عنده هدف معناوي الهدف المعناوي إنه هو إحنا عندنا فكرة إنه كليات الكمة هي كليات معينة تاني حاجة إنه النهاردة العائد المادي اللي بيجي في المرحلة ليه طيب ميزة بقى البزنس أو فكرة المشروع عموما يعني إنه النهاردة بتعمل تناجم من فئات المجتمع كله بين بقى الطبقة الاجتماعية أو الطبقة الثقافية أو حتى الطبقة التعليمية إنها بتقدر تخلي أي إنسان أو أي شخص النهاردة يقدر إنه ياخد بفرصة وبدأ يستجلها وبدأ إنه يشتجل عليه وبيكون هنا مربط الفرص كله أو اللي بيكون هنا النقطة كلها إنه هو بيكون مدى مجدرة الشخص إنه هو عايز ينجح آه أو لا ولو إنت جاءت تبص برضو هتجي هتلاقي إنه أنت النهاردة أنا بارق مشروع من جرس مال يعني النهاردة المشروع بتاعنا هو أصلا من جرس مال واللي بيعوق أي حد في أي مجال عمل رأس المال صح واللي بيعوق أي حد هو رأس المال طيب النهاردة لما لقي النهاردة مشروع بدون أي رأس مال والفكرة كلها هي بتبقى وقفة على مرتى مقدورة الشخص على النجاح بالدعم اللي هو إيه بالدعم اللي هو بيع lí Evet عكس أي عكس أي عكس أي بزنس تانى أو أي شوكلي تانى أو أي مشروع بتجيب تبصي النهاردة بتلاقي إن لو فيه مشروع معين أو فيه فكرة معينة يعني مثلا أنا النهاردة زي ما أنت كنت أنا مثلا طالب اللي هو لسه كنت بدرس فالطبيعي لو أنا النهاردة بتخرج أنا مثلا بدرس في مساحة ونظم معلومات لو أنا متخرج النهاردة وبدور على فرصة شوقل أو بدور على وظيفة فبتيت تبص بتلاقي إن معظم الوظيف بقول لك والله طيب أنا محتاج مثلا سي خبرة من 6 hoe 10 سنين طيب أنا النهاردة اللي هو لسه خرية أعدت أنا بقى كده مكانية مش هشتغل الله نور عليك أنا لسه كريج فقصة كلها إن البزنس عامةً هو بيديك كل حاجة وبهنا بيخلق لك فرص تانية وهي فرص بديلة بمعنى لما يكون أنت النهاردة عندك فرصتين أو عندك النهاردة فرص بديلة بيكون الشخص في المرحلة دي محتاج إنه هو يضحب فرصة مقابل الفرصة التانية الميزة بقى اللي أنا لقيتها في المجال ده واللي هي ديتني أصلاً كلك إن المجال ده النهاردة أياً كان لو أنا بدرس النهاردة أو أنا عندي بيزنس تاني أقدر إن أنا أمارس البيزنس ده وما يأثرش علي إطلاقاً ليه الكلام ده؟ لأن النهاردة أنا بحدده في وقت معين بسيط جداً أقدر لأنه النهاردة أشتغله جنب وظفتي أو سيعمل لك إعقف أي حاجة في حياتك الله نور عليك مش هيعمل لك إعقف لأ وكمان هيزود دخلك وهيساعدك هيزود دخلي وإنك تبعت الجوز وسيبني حياتك وبقى ليك قصر وعملتاً هو بيلعب بأنه هو بيغير طريقة التفكير أصلاً بتاع الشخص يعني طريقة التفكير ذات نفسها من اللي سيقول لك هو نزدك أنا أرى لك صح فهو بيغير طريقة التفكير عموماً بتاع الشخص وهنا أي حد أي أن كان بقى زي ما أنا قلت لك الطبقة الاجتماعية أو تعليمية هو بيساوي كل الكلام ده وما بيفرقش وتكون بس كل الفكرة هو الشخص ده عايز يعمل إيه أو عايز ينجح بشكل عامل إزاي؟ تمام طيب أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني بقية فقرات برنامجنا فاصل تفكير ونرجع لكم بسرعة ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل ونكمل بقية فقرات برنامجنا معنا الكريستر دي ركتور محمد أبو السعود من أصوان منورنا في سؤال بقى مهم جدا مدى انتشار البزنس ده في المجتمع وخصوصا إن ملاحظة إن ما شاء الله كل شخص فيكو من محافظة يعني مش كلكو من محافظة واحدة واتجمعتوا وعملتوا واتشغلتوا في الشركة دي لا ده كل واحد فيكو من محافظة مختلفة ده حقيقة فعلا إن إحنا الشركة كلها من محافظات مختلفة تمام يمكن عايز أقولك إن ده واحدة من أهم المميزات اللي أنا عاجبتنا في جغل بزنس ولنا يعني أنا وشغل مع الفريق بتاعي بدأت أشوف الحاجة دي إن قوة الانتشار بتاعتها أنا أقدر أتشار بشكل كبير جدا مع الناس اللي حوالية في كل المحافظات اللي معي تمام عايز أقولك يمكن الحمد لله بفضل ربنا إن البزنس ده قدر أحاولي العالم كله لقارئة صغيرة قادر أتوصل معها لأن تقريبا زي ما أنت عارفت العالم ده كله بقى يشتغل أونلاين تمام يمكن أنا من أسوان بدأت أن أتشار حاليا ممكن في أكتر من محافظة عن طريق التوكيلات والفروع اللي أنا أقدر أفتحها من كذا محافظة ممكن من أسوان القايرة السكندرية الصعيد عامة تانيان لو جينا دلوقات بصينا بس لو أنا فكرت أفتح مشروع أو همشي بو أنا هنتشار بي بنفس المحافظات بنفس الانتشار اللي أنا أتكلمك عليه ده أكيد هيكلفني ملايين هيكلفني بس كتير جدا يعني تمام يمكن كمان نفس الأداة اللي أنا خلتنا أنتشار في المحافظات دي أنا أقدر أنتشار بيها كمان برا مصر في دول تانية يعني أنا أقدر ألف العالم كله وما كلها البزنس اللي احنا شغالين فيه طيب دي واحدة الحاجات التانية القوية الانتشار بتاعت الشغل ده يمكن واحدة من ضمن الحاجات اللي هي تسمى كويسة جدا خلتني أعرف محافظات أنا مكنتش بعرف أتقولها أصلا وما كانش ليها فيها أي حد بس في الوقت أنتشار بيها بدأت تعرف كل الناس من كل محافظة بإطباعهم بطريقة التعامل بتاعتهم بالحاجات دي يعني والحمد لله دلوقتي أنا عنده رؤية كمان أنا ألف العالم كله إن شاء الله من خلال البزنس ده إن شاء الله بإذن الرحمنين ومعنا الكريستر ديركتور ليلة طاهر صغيرة في السن وطبعا فيه سؤال مهم جدا طبعا يعني لازم كده تحفيز البنات العتسيدة الأمورات اللي زيك كده إزاي قدرتي تدخلي مجال العمل ده وتتخذ القرار ده في ظل إن فيه بنات في سنك ممكن يخافوا يشتغلوا أو يخافوا يدخلوا في أي مجال عمل إن هما يفشلوا أو إن هما بقى ينزلوا ده أنا اشتغلت وبعد كده ما ممكن ما كملش ويعود يقولوا إزاي طبعا إحنا قلنا نكتعودي وعملت نفسك شطرة وفهمة وعرفة وكل الحاجات دي حصل حصل إزاي بقى قدرتي تاخد القرار وإنت ما شاء الله عليكي طالبة لأ أنا بس شكلي صغير شابس أنا كبيرة أوه ما شاء الله عليكي كبنوتة كل البنات اللي زيك طاقة تحفيزية وإيجابية كده إزاي قدرتي تاخد القرار بسي هو الموضوع زي زي أي بنت موجودة حولينا كان الموضوع بالنسبة لي صعب شويتين في فكرة إن أنا قتل الخوف بتاعي أصلا إن أنا عرف أخد قرار لوحدي فكرة إن أنا عرف أخد قرار وإن أنا أقدر أخطي خطوة من غير مرجع لولي أمر أو حد يساعدني أو يبقى ليه سلطة إن هو يساعدني أصلا في اتخاذ القرار ده كانت حاجة صعبة جدا بس الفكرة بالنسبة لي ما كانتش إن أنا أخد قرار بس كان الموضوع إن أنا أي حد سهل يأخد قرار بس الفكرة ممكن يبقى قرار سريع وممكن كمان يبقى سلبي بعد كده أو إنه يبقى قرار مش صح الفكرة إن أي ساكسستوري أنا محتاجة أعملها هي عبارة عن سيركل هي دايرة اللي بيكمل الدايرة دي هي فكرة تبعيات القرار ده أهم الفكرة إن أنا أخدت القرار أوكي تمام بس أنا لازم أكمل تبعيات القرار أهم خدت صحية خدت قرار وعدة ما كان ينازل يكون فيه آه طبعا أكيد ما هي النجاح هيجي من تبعيات القرار هل أنت عندك الكدرة إن أنت بالفعل تتحمل تبعيات القرار ده أو لا بس الفكرة إنه أي بيزنس أي مشروع أي حاجة خاصة حوالينا أصلا في سوق العمل طبيعا يبقى فيها تشالنجز كتير بس الفكرة بالنسبة لك بقى هي دي تبعيات القرار كدرة لتشالنجز المفروض إن أنت بيتقابلها هي بتزود قوة الاستعاب أصلا ودي من ضمن حاجات اللي أنا استفدتها في البزنس هي فكرة إن أنا أخد قرار أتحمل تبعياته وفكرة إن أنا لما مريد بتشالنجز كتير وطبيعا أنا عندي مشروعي في شركتنا الطبيعا هو هيكبر طبيعا دنيا هتكبر معاك فلما المشروع يكبر أكيد التشالنجز بالنسبة لك هتزيد فإن أنت لما بتعدي بتشالنجز كتير بتقدر إن أنت قوة استعابك تزيد قوة ثباتك اللي انفعالي بتزيد فبالتالي أنت أصلا قوة تحملك للوضع حواليك عقلك بيتسع مع المرحلة اللي أنت فيها ودي كانت من أهم الحاجات اللي أنا أتعلمتها الحقيقة في شركتنا استبات الإنفعالي ده في إن كنتي تقدري فعلا تواجهي أكيد أنت في شغلك كابنت بتواجهي صعوبات كتير أكيد وتحديات كتير ولازم بما أني خدت القرار تكوني أده بس هي الفكرة صح جدا صح جدا هي الفكرة بالنسبة لي كانت كده أن أنا أخذ الخطوة بس وقفت زي محضرتك قلتي هي مش كفاية تبعيات القرار هي اللي هيترتب عليها إذا كنت أنت هتكمل وتوصل للتارجت بتاعك أو الهدف اللي أنت محدده من ديوان في الموضوع بتاعك هي دي اللي هتخليك تنجح بالفعل في النهاية واجهة الخوف أكيد أكيد طبيعي هي مواجهة الخوف هي من أول اتخاذ القرار أصلا في البداية أن أنت قدرت تقتل خوفك وتقدر أن أنت تعدي المرحلة أن أنا أخذ قرار لوحدك من غير مساعدة حد دي في حد ذاتها أصلا هي القصة كلها بصراحة أنا بشكر كل التوب ليدرز التابعين لفايا كومباني والله يا شباب فعلا كلهم طاقة إيجابية وأمل وإبداع وتفاؤل وحاجة كده تشجعتني أنا وإن قاعدة حقصية للأسف حلقتنا خلصت بسرعة أتمنى تكونوا استفدتوا من الشباب اللي كانوا معنا النهاردة ومن النماذج المشررفة دي تحت قيادة مستر حسيم عبدو ومستر محمد عبدو دكتور محمد فضل التابعين لشركة فايا وقد إيه هم مش بس مجرد شركة وقيادة بشغل وخلاص لا ده هم محفزين ودعامين اللي بيشتغلوا معاهم في الشركة زي مثلا كل حد كان بيتكلم في اللي كان موجود كان دائما بيقول أنه لقيت اللي واقف جمبي بيديني صبورته وبيديني طاقة ودعم ومش مجرد شغل وخلاص اشتغل يا عم بقى وشوف أنت تنجح ما تنجحش حاجة ما تخصناش المهم أنك تحقق التارجة وخلاص لا هنا مختلف الوضع مختلف في نهاية الحلقة أحب أقولكم في شهادة نجاح النجاح جميل طعمه حلو وأنك توصل لأنك تحقق أهدافك وأنك توصل لأن يكون لك اسم وأنك توصل لأنك أنت لو فكرتك صغيرة لو بصيت في كل العلماء وفي كل الباحثين وكل المشهورين هتلاقيهم بدايتهم كانت فكرة صغيرة جدا بس يفضلوا ورا الفكرة دي بس موش لحد وأي حد كان بيقول لهم إيه اللي أنت بتقوله ده أو إيه اللي أنت بتكلم عنه ده أو إنت مش هتكمل كلام كتير بيبقى محبط والطريق صعب مش سهل بس لازم تكون قد نجاحك عشان النجاح طعم حلو والنجاح دايما بنقول قرار أعزائي المشاهدين حلقتنا خلصت ودايما معاكم في شهادة نجاح ويا ربي دائما تحققوا أحلامكم ويكون حياتكم كلها نجاح وتحقيق طموحات وأهداف وأتمنى أكون كنت ضيفة عزيزة على قلبك وخفيفة على قلبك كانت معكم هند أود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه ألقاكم في حلقة قادمة شكرا